أشكرا بحقي وزارة الداخلية في المبادرة اللي عملتها كلنا واحد هنشوف لقطات منها وبعدين هنشوف بعديها فيديو وفيلم بيعبر عن حالة المصرين من حوالي 20 أربعين سنة المعنى موجودة الظروف الصعبة إزاي تقابلها هو دفن النجاح في الحياة ما تخافوش على مصر هنشوف دلوقتي المبادرة كلنا واحد لعملتها وزارة الداخلية ده نموذج لإزاي نقدر نحل بعض المشكلات وإن كان أعتقد اللي احنا محتاجين نعمل تسعيرها جبرية بقى في كثير من الحاجات اللي احنا بنشتريها سواء جمنة ولا لبن ولا أخضار ولا حاجات أساسية وضرية للناس مش معقول أن سيب التاجر يتحكم في الناس البسيطة ما حدث بالأمس من معالجة وزارة الداخلية مع وزارة التموين لمشكلة البطاطس عايزينها تشمل كل اللي الناس محتاجاها من أساسيات فكهة أساسية التماطم العيش الحاجات التانية حتى اللي مش مدعم يبقى ليه سقف ما زيتش عنه تحيي البطاطس كلنا واحد بحيي وزارة التموين بحيي وزارة الداخلية جزء من هذه البطاطس ونشوف عملت ايه في مشكلة البطاطس للحد من ارتفاع أسعار بعض السلع الغذائية بخاصة البطاطس نتيجة لتخزينها وحجبها عن تدول بالأسواق للمضاربة فيها وبهدف حماية المستهلك من هؤلاء المتلعبين فقد شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة عدة حملات في هذا الاتجاه بمنطقة الدلت والقناة تنصيقا مع الأمن العام ومدريات أمن الغربية والدقهلية والبحيرة لاستهداف المخزة من البطاطس بالثلاجات المختلفة نجحت خلالها في ضبط 1632 طن بطاطس تم التحفظ عليها تمهيدا للتصرف فيها وفقا للقانون وستتواصل هذه الحملات لمنع حجب البطاطس عن التدول بالأسواق حتى تنخفض أسعارها للتخفيف عن كهل المواطنين ومعاقبة المخالفين والمتلعبين بأقوات المصريين مع تصدي الحاسم لمحاولات رفع الأسعار دون مبرر ومع تواصل هذه الضربات وفرت وزارة الداخلية البطاطس والطماطم بأسعار مخفضة 6 جنيهات لكيلو البطاطس هذا هو السعر الذي تبع به هنا بشادر أقامته مدريات أمن القاهرة تحت شعار مبادرة كلنا واحد لمواجهة الارتفاع الكبير في أسعارها كمية كبيرة تم توفيرها بالاشتراك مع كبار التجارة كان عندنا في مزارينا كمية من البطاطس والطماطم وانتفقنا مع وزارة الداخلية لنحن نبيع بسعر التكليفة نشوك عندنا حوالي 170 تن بطاطس ومن 50 ل70 تن تماطم إن شاء الله المبادرة مستمرة معنا لحد نفس الكمية منذ لحظة الأولى الافتتاح الشادر الذي أقيم بميدان رمسيس كان الإقبال كبيرا من المواطنين للانخفاض الكبير في أسعار البطاطس والطماطم والذي وصل إلى 50% الأسعار هنا غير برة خالص يعتبر النص بالنص برة كيلو الطماطم ب10 جنيه و12 جنيه هنا كيلو الطماطم ب5 برة كيلو بطاطس ب12 ب15 هنا كيلو بطاطس ب6 جنيه لسه جايبها مبرح والله العظيم تلاتة مبرح ب13 جنيه كيلو البطاطس عمره موصل بالساردة أول ما شفته بالساردة بصراحة مفاجئة بالنسبة أنا نفرح ربنا يخلينا الرئيس عم فتاح السيسي الوطة ب5 جنيه والبطاطس ب6 جنيه أطلان من البطاطس والطماطم صارعت وزارة الداخلية لتوفيرها بأسعار مخفضة لكسر احتكار بعض الطجار لهذه المنتجات وليحصل المواطن على متطلباته منها دون أعباء إضافية مع توجيه ضربات قوية ضد محتكر هذه المنتجات